شفنا حضراتكم الإسبوع اللي فات نادي الأهلي هو بيلعب في الكويت قد إيه الجماهيرية الكبيرة جدا 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 للنادي الأهلي في الكويت خسرنا البطولة قدر الله ما شافعت ولكن شفنا الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي في الكويت شفنا مبارح مباراة كورت اليد في بطولة العالم شفنا إزاي جماهير النادي الأهلي كانت متواجدة في الملعب شفناها قد إيه شفنا التشجيع الجنوني لجماهير النادي الاهلي في الملعب شفنا حاجات كتير جدا 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 بطالها جمهور النادي الاهلي من ضمن الشائعات بقى اللي بتتقال كمان يقولك ايه ده الرجل مش مقتنع بحسن الشحات كويس وحسن الشحات مستق جدا عشان ما بيلعبش وبيستفسر من كل هو ايه انت ما تلعبنيش ليه طب انا هو كل اللي تلعب ماتشين وفي الماتشين الشحات شارك كبديل اصلا يعني لعب في اجزاء من المباراة طب لو هو الرجل مش مقتنع باصلا حطوا ليه هو احنا مثلا لعبنا 20-30 ماتش في الموسم عشان تعرفه بس الناس دي عايزة ايه بتختلق لك مشاكل من العدم طب ماشي بعد اعلان ماتش اعلان قيمة الاهلي في ماتش النهاردة بتاع اسماعيل الرجل اختاروا 21 لعيد السبع دي الباقي وده وضع طبيعي وضع طبيعي في اي فرقة في العالم لكن المغردين اللي عايزين يصدروا لنا مشاكل مش موجودة اصلا لا طبعا بالنسبة لهم مش طبيعي لانهم عايزين يختلقوا اي مشاكل قالك بقى ايه اسباب استبعاد ياسر ابراهيم ورامي ربيع ومحمد اشرف وكذا واحد كمان حسب مزاقهم بقى كل واحد بيفكر ايه السبب اللي هو يعني يخليلك في مشكلة من لا مشكلة جوه الفرق طيب قيمة الفريق قد ايه مش فيه لايحة وفيه قانون بتقول ان فيه اللي عيبة في الملعب 11 وفيه عدد معين على الدكة 9 طيب التشكيل الاساسي بقوله تاني لازم يكون فيه 11 في الملعب وفيه 9 على الدكة فالوضع الطبيعي من القيمة كلها حضرتك محتاج 20 بس الا بقى لو حضرتك تتوسط لنا عند الاتحاد الدولي يخلي التشكيل في الملعب 20 وعا الدكة 20 كمان وكلها ساعتها مش هيستبعد حد خالص ونزود التغييرات يخلي عشر تغييرات كمان كل اللي عيبة تلعب عشان حضرتك ما تتكلمش بس شد حلك انت بس وغير القانون وإحنا هنعمل كل الكلام ده طيب عشان تعرفوا برضو حضرتكم ان الكلام ده للناس دي ان عايزة تختلق اي ازماته خلاص يقولك ايه ده موجود في النادي الاهلي بس الكلام ده موجود في النادي الاهلي بس وما بيبصرش النحية تانية خالص ولا بيتكلم عن صفقات جديدة ولا صفقات قديمة ولا مشاكل في قط اللبس ولا مشاكل على الدكة ومدفوع فيها ملايين مدفوع فيها ملايين والمشاكل اللي بتدت تتصدر لكن مش موجودة هناك انما موجودة عندنا عشان انت ما تتكلمش ما فكرتش تتكلم عن المنافس انما تتكلم عن النادي الاهلي مش هتقدر تتكلم مكتر من كده لان واضح انك واخد سكة ضد النادي الاهلي بس معانا هو في الكواليس لعبت النادي الاهلي في الفندق ونتمنى نتمنى ان شاء الله بداية تكون قوية لو تكلمنا عن البداية بإذن الله بإذن الله الانطلاقة الكبيرة اللي عملها لعبت النادي الاهلي بخياطة ميسر كولر في متشين الاتحاد المنستيري ان شاء الله قصرها الجانبية والروح المعلنوية العالية والحالة الفنية والبدنية الهيلة اللي كان عليها لعبت النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله نستثمر نتائجها النهاردة بإذن الله النهاردة بداية موسم موسم إن شاء الله استثنائي لتعويض ما فاتنا موسم استثنائي لتعويض ما فاتنا الشكل العام خلينا يعني نحكم على الفرقة من خلال الماتشين ولو إنه لسه بدر يعني لسه بدر إنما تحس إن اللعيبة لا السنة دي روح جديدة اللعيبة عايزة تعمل حاجة اللعيبة بتقول من البداية إحنا جايين ما بنهزارش ما بنهزارش بندر رسالة قوية لجماهيرنا ورسالة أقوى لبقية الفرق السنة دي إن شاء الله إن شاء الله من البداية يكون النادي الآلي مختلف مختلف تماما إن شاء الله لتعويض ما فات بإذن الله إن شاء الله الانطلاقة هتبدأ النهاردة من خلال ماتش الإسماعيل هي مباراة مباراة قمة لأن مباراة مباراة صعبة شفنا تدعيمات نادي الإسماعيل الفترة اللي فاتت نادي الإسماعيل دعم بلعيبة كتير جدا 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 واحد يقول لي تماما اللعيبة دي كلها ممكن تاخد لها وقت عبال ما يحصل بينها انسجام وتناسق وحقول له آه ماشي بس اللعيبة لعيبة تقيلة وكمان فيه كمان مدير فني جديد للنادي الإسماعيلي فيعتبر النادي الإسماعيلي مش حايز أقول مجهول ولكن لا تحس إن هو فريق جديد يعني مدير فني جديد جريده ولو تفتكروا جريده يعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي جريده كان في يوم الأيام مدير فني للنادي الأهلي وكمان جايب 12 لعيب جدا منهم 7 النهاردة في قائمة الفريق لا مباراة حتكون قوية بين فريتين كبار مارس الكولر قاد الفريق في مبارتين وعارف إمكانية اللعيبة بنسبة كبيرة وبيسعى النهاردة تحيي الفوز على فكرة مارس الكولر عارف اللي حصل السنتين اللي فات عنده خلفية والراجل جاي من البداية بيقول أنا هنا كسب ماتشين حقق العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا النهاردة بإذن الله بيسعى مع لعيبة النادي الأهلي لتحيي الفوز وأول انت لقى في الدوري بتفرق كتير جدا 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 نحاة تانية في جريده المدير الفني لاز بقى للناهلي وعايز يعمل برضو نتائج كويسة هو عارف نتاج الإسماعيل المسلمين اللي فاتوا لكن جاي بتموح جديد بدوافع جديدة نادي الأهلي جاهز النهاردة بإذن الله من خلال التدريبات من خلال الماتشين اللي فاتوا الماتشين اتحاد المنسيلي في دوري بطولة أفريقيا وتحييق المكسب في المباراتين ذهابا وقيابا لا النادي الأهلي النهاردة جاهز فنيا وبدنيا ما فيش غير التوفيق التوفيق بس هو اللي ينقص النهاردة لعيبة النادي الأهلي إسماعيل زي ما قولنا ضم لعيبة كتير في الموسم الجديد صالح جمعة والنقاز وباس المرسي وفراس شواط ونور الدين الزماني وغيرهم لكن الأهلي عمل حسابه لكل كبير وصغير نادي الأهلي عمل حسابه لكل الطاقعات من الإسماعيل نتمنى إن شاء الله مباراة جيدة ويكون التوفيق حليف النادي الأهلي ويحقق الفوز بإذن الله في أول مباراة في الدولة